هنا يأتي المحك في الامتحان لأن الدنيا دار ابتناء وامتحان وكلنا يعلم أن الكلام لدى جميع الناس في كثير من المجالس نوع من الفاكهة نوع من الفاكهة نوع من تمضية الوقت نوع من التسلية وهذا أمر تطلبه النفوس تريده ولهذا يجتمع الناس على هذه الفاكهة الكلام ويجلس بعضهم الساعتين الثلاث الأربع يتكلمون يتكلمون ويشعر بأنه بكلامه هذا يتفكه ويتمتع ويتلذذ فأمر تطلبه النفس النفس تشتهيه وهنا يأتي الامتحان كيف يستطيع الإنسان أن يضبط نفسه وهو سيآخذ يوم القيامة بكل ما يتكلم به استمعوا جيدا إلى كلام عظيم جدا للإمام الناصح المربي ابن القيم رحمه الله يقول رحمه الله فإن المعاصي فإن المعاصي فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس حكاية كلام الناس يعني يحاكي كلام فلان وكلام فلان على سبيل التندر والتفكه والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك فتتفق قوة الداعي في نفس الإنسان قوة الداعي للتكلم بهذه الأشياء ومعها أمر آخر قال فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان وتيسر حركة اللسان فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر داعي من الداخل قوي ليتكلم بمثل هذه الأمور على سبيل التفكه وملء الوقت وشغل الفراغ قوة داعي في داخل داخلة الإنسان قوية جدا وحركة اللسان يسيرة حركة اللسان يسيرة وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاد أمسك عليك لسانك فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا سيما والكلام لا يزال له رحمه الله ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها ولهذا تجد انتبه لكلامه رحمه الله ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والمفكهة في أعراض الخلق انتهى كلامه رحمه الله تعالى